موسيقى الجماهير بتترقب ساعات ويعلن النادي الاهلي قائمته الرسمية المشاركة في كأس العالم للأندية موسيقى بين لحظة واخرى سيعلن السويسري مارسل كولر القائمة الرسمية للنادي الاهلي اللي حتشارك إن شاء الله في كأس العالم للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية بداية من 12 ديسمبر الجاري كلام كتير عن المتواجدين كلام أكتر عن المستوعدين يا ترى يا هل ترى هيكون مع نادي الاهلي مين ومين هيكون خارج القائمة هل ممكن نشوف مفاجآت صلاح محسن مصيره إيه؟ أحمد عبدالقادر مصيره إيه وغيرهم كتير يا ترى دماغك فيها إيه؟ يا مرسل يا كولر أهلا بكم حلقة جديدة من رقم 10 النهاردة معنا كواليس كتير وحصريات أكتر خذونا نبدأ بقى سريعا بأبرز الأسماء المستبعدة من قائمة النادي الاهلي لكأس العالم للأندية حتى الآن هي ترجحات محمد متولي أبرز المستبعدين كريم ندفد محمد أضاوي كريستو رضا السليم أحمد عبدالقادر محمد زعلوك معتز محمد أنتوني مودست أو صلاح محسن ساعات الفاتت شهدت وجود خلاف كبير جدا في الرأي ما بين مرسل كولر مدير الفني للنادي الأهلي ولجنة التخطيط للكرة حول قائمة الفريق لبطولة كأس العالم للأندية وده من الحاجات الحصرية لرقم 10 المصادر بتاعتنا قالت أن مرسل كولر قدم القائمة لللجنة القائمة شهدت تواجد أنتوني مودست اللي كان مصاب في الفترة الأخيرة بيتم علاجه من إصابة في العضلة الضمة الأمر ده كان اعترضت عليه لجنة التخطيط خصوصا أن كولر استبعد صلاح محسن مصدر بالنادي الأهلي أكد لرقم 10 أن في محاولات في محاولات من جانب الكابتن الخطيب ثاني مصدر في النادي الأهلي أكد لبرنامج هنا أن في محاولات من جانب كابتن محمود الخطيب أنه يقنع مرسل كولر يضم صلاح محسن على حساب أنتوني مودست مع العلم أن مودست شارك النهاردة في مران الأهلي بعد تعافي من الإصابة لسا مكملين في الأخبار الخاصة به القائمة المرجحة اللي هتسافر إن شاء الله مع النادي الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية خلال الساعات الماضية بعد اقتراب أحمد عبدالقادر لاعب نادي الأهلي من الخروج من القائمة قائمة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية وتسرب هذه الأنباء لللاعب ودي برضو من الأخبار الحصرية لنا هنا في رقم عشرة أحمد عبدالقادر أبدى غضبه من هذا الأمر تواصل مع كابتن خالد ديبو مدير الكرة في النادي الأهلي طلب منه أنه هو يرحل في المركات والشتوي في يناير المقبل خلال فترة الانتقالات الشتوية حال تم استبعاده بالفعل من القائمة اللي هتسافر للمشاركة في كأس العالم للأندية أحمد عبدالقادر أكد أنه عنده عرض من أحد الأندية في الخليج علشان يرحل في المركات والشتوي طيب إحنا كده تقريبا خلصنا الأخبار اللي ليها علاقة بالقائمة خلصنا الحاجات اللي فيها اشتباكات ويعرفنا ما يدور جوه الكواليس في النادي الأهلي طبعا مع ضيوفنا من المعلقين والنقاط هنعرف أكتر كواليس أكتر أخبار أكتر عن القائمة مين مسافر مين مش مسافر والرأي الفني المرجح لمارسل كودر إحنا لسه مستمرين مع الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي تحد الأفريقي لكرة القدم كاف سلم النادي الأهلي مبلغ مليون سبعمائة وخمسين ألف دولار دي قيمة مكافئة مشاركة النادي الأهلي في بطولة الدوري الأفريقي وهي الجائزة الخاصة بالدور نصف النهائي واللي كان النادي الأهلي كان وصل لي هذا كل ما له وصله بي النادي الأهلي خلونا ننتقل إلى الفارس الأبيض نادي الزمالك خلال الساعات الأخيرة إدارة نادي الزمالك قررت أن هي توقف المفاوضات مع كل المدربين الأجانب اللي تم ترشيح أسمائهم في الفترة الأخيرة لما بعد بطولة أمم أفريقيا المقبلة كان هنا في برنامج رقم 10 استعرضنا أبرز الأسماء المرشحة لتولي منصب مدير الفني في نادي الزمالك القرار اللي اللي نمى إلينا عن برضو مصادر لنا في نادي الزمالك حصريات رقم 10 قالت أن نادي الزمالك قال لو معتمد جمال القائم بأعمال مدير الفني نجح أنه يفوز في كل المباريات المقبلة حيستمر لهناية الموسم ويتم تأجيل ملف التعاقد مع مدير الفني أجنبي لنهاية الموسم تاني المصدر أكد لنا أن لو كابتن معتمد جمال القاء أو معتمد جمال يعني فيها لغة ما معتمد أو ما معتمد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني نجح أنه يفوز في كل المتشاط المقبلة حيستمر حيكمل لنهاية الموسم ويتم إرجاء ملف التعاقد مع مدير فني أجنبي لنادي الزمالك لما بعد انتهاء الموسم أكد كمان المصدر لنا أن معتمد جمال بيحظى بدعم كامل من مجلس الإدارة بالكامل في الوقت الحالي الاستقرار مهم الاستقرار مهم طيب خلونا كمان أحد برضو الأخبار الخاصة بنادي الزمالك إينوك ساكالا جينور مهاجم نادي زيسكو ثاني اسمه إينوك ساكالا جينور هو مهاجم نادي زيسكو الزمبي دخل دائرة اهتمامات مسؤولي نادي الزمالك في الفترة الماضية وده برضو من الأخبار الحصرية لبرنامجنا هنا رقم عشرة المهاجم دخل دائرة اهتمام نادي الزمالك علشان يتم التعاقد معه في الفترة المخبلة لتدعيم صفوف الفريق فريق السكاوتينج بنادي الزمالك أبدأ إعجابه بمستوى اللاعب وتحمس للتعاقد معه نادي الزمالك حاليا بدأ اتصالات لبحث إمكانية ضم اللاعب وبرضو احنا كنا قلنا ان كان فيه حد او سقف للتعاقدات مع المهاجمين او اي لعب يتم استخدامه لنياد الزمالك تقريبا كان 200 ألف دولار في السنة طيب خلونا برضو نكملين مع احبار نادي الزمالك كابتن مصطفى الزناري لاعب نادي الزمالك طلب من مسئولي الفريق حسم الموقف بتاعه هل سيبقى هل سيتم الاستغناء عنه بعد انتهاء فترة تعاقدته والخاصة بإيقافه لمدة شهر اللاعب اكد استعداده انه هو يقدم اعتذار بشكل رسمي لمجلس الإدارة ولي الجماهير على ما بدر منه قبل مباراة زد في الدوري المحلي كمان اكد الزناري ان اللاعب ابلغ الزمالك بتلقيه عروض من الدوري المصري ده برضو من الاخبار جماعة الحصرية لينا هنا في برنامج عشرة المصدر اكد لينا ان الزناري ابلغ نادي الزمالك بتلقيه عروض من فرق هنا في الدوري المصري لكن الرغبة الاولى اللاعب هي الاستمرار مع نادي الزمالك وانه لن يرحل الا عن طريق نادي الزمالك في حال تصميم مجلس الادارة على رحيله دي الاخبار لنا علاقة بالنادي الاهلي وخلصنا الاخبار لها علاقة بنادي الزمالك خلونا نروح لفاصل ونرجح تاني علشان نشوف اخبار المتعلقة بالمنتخب المصري لكرة القدر رجعنا لكم تاني بعد الفاصل زي ما وعدناكم النهاردة في حصريات كتيرة خاصة لبرنامج رقم 10 وكمان نمى الى علمنا تسريب كده هنقولكم عليه بس نجهزوا هنتكلم على اخبار دلوقتي المنتخب الوطني لكرة القدم بس قبل ما نتكلم عن هذه الاخبار يعني شكر واجب للفريق فريق الاعداد القائم على برنامج رقم 10 من رئيس التحرير لكل فريق الاعداد يعني جهد رائع انا مشكركم شكرا جزيلا من لا يشكر الناس لا يشكر الله نروح بقى يا جماعة لأخبار بتاعتنا لالبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الاول لكرة القدم اللي حدد موعد المباراة الودية اللي حيخذها الفرعنة مام احد المنتخبات الافريقية في ختام تحضيراته لخوض منافسات بطولة كأس الامم الافريقية كودفور 2024 فيتوريا بيقرر اقامة المباراة الودية لمنتخب مصر احد ايام 7 يناير او 8 يناير يعني بعد انطلاق معسكر الفريق ب6 ايام على ان يسافر الفريق بعدها مباشرة الى كودفور استعدادا لبطولة امم افريقيا جاسم كاملين مع الاخبار الخاصة بمنتخب المصري لكرة القدم ودي من الاخبار الحصرية الخاصة ببرنامج رقم 10 مصدر بمنتخب مصر اكد للبرنامج عندنا ان روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب هيتجه لعدم ضم محمود الوينش مدافع نادي الزمالك لقائمة الفرعنة في بطولة كأس الامم الافريقية المصدر قال ان فيتوريا بيرى ان ضم اللاعب هيكون مجزفة كبيرة ليه؟ علشان اللاعب لم يمتسل لأشفاء حتى الان بشكل نهائي يعني 100% واكد المصدر كمان لينا ان اللاعب حتى لو رجع تاني للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال شهر اللي جاي فان عدم مشاركته في اي مباراة منذ فترة طويلة جدا بيصعب شوية من انضمامه للمنتخب اذا المصدر بيؤكد لينا في البرنامج ان محمود الوينش مدافع زمالك قابة قوسين او ادنى ان يكون خارج قائمة تروي في توريا اتحاد الكورة مجلس ادارة الكورة بيعقد اجتماعا خلال الايام القليلة المقبلة ليه علشان يحسم اسم المدير الفني الجديد للاتحاد خاصة بعد ان اختر الاتحاد الدول كرة القدم فيفا نظيره المصري بضرورة تعيين مدير فني للاتحاد اتحاد الكورة عندنا قبل شهر يناير اللي جاي ده وفقا للوائح الخاصة بالفيفا والمتعلقة بالاتحادات الكروية التابعة لها حوالين العالم اتحاد الكورة عندنا بيفوضل ما بين عدة اسماء لهذا المنصب هذي الاسماء هم هاني رمزي رئيس لجنة الاسكاوتنج بنادي الاهلي والدكتور جمال محمد علي وكمان الدكتور محمود سعد عايز اقول لكم ان تقريبا دكتور جمال محمد علي هو الاسم الاقرب الابرز لهي المنصب ده خاصة بعد جهود الرجل الرجل الاخيرة في عودة رخص التدريب المعتمدة من قبل الكاف نروح لكمان مصدر لنا في اتحاد الكورة بيكشف ان اتحاد شمال افريقيا بيجتمع في شهر ابريل المقبل علشان يحدد الدولة اللي هتستضيف التصفيات المجمعة المؤهلة لبطولة امم افريقيا للشباب 2025 المصدر اكد لنا في البرنامج ان مسؤولي الاتحاد الافريقي لكرة القدم حدده شهر نوفمبر المقبل موعد مبدئي لانطلاق تصفيات شمال افريقيا المؤهلة لبطولة امم افريقيا 2025 على ان تجتمع اتحادات شمال افريقيا اللي هتكون مستضيفة للتصفيات ما بين خمس دول خمس دول هم مصر ليبيا الجزائر تونس المغرب تاني الدول هي مصر ليبيا الجزائر تونس و المغرب خبر من الاخبار المهمة لجماهير واعشاق كرة القدم خاصة الجماهير في القاهرة استاذ القاهرة الدولي بيعود لاستضافة المباريات في شهر يناير اللي جاي تحديدا مباريات كأس الرابطة اللي هتقام شهر المقبل اثناء بطولة كأس الهم الافريقية في كوديفار تم اغلاق السادة القاهرة مؤخرا ويناء لجميع المباريات اللي كان بيستضفها او المفروض ان هو كان يستضفها بسبب زراعة البذرة الشتوية على ان يعود لاستضافة المباريات الشهر اللي جاي ان شاء الله ربطة الاندية المصرية المحترفة استقرت على ان يكون انطلاق مباريات بطولة كأس الرابطة يوم سبعة يناير اللي جاي وتم تحديد مواعيد المباريات وتم الاعلان عنها بشكل رسمي خلال الايام القليلة المقبلة وتحديدا عقب سحب القرعة حيتم مراعاة مواعيد طبعا المباريات منتخب مصر في بطولة كأس الامم الافريقية ده منعا لتعارض ما بين هذه المباريات ومباريات كأس الرابطة نروح برضو من الاخبار اللي هي المفرحة المبهجة المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الولمبية المصرية بيتلقى خطاب رسمي من السيد مصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الولمبية الوطنية الافريقية هذا الخطاب محتوى محتوى انه بيمنح مصر حق استضافة دورة الالعاب الافريقية الفين سبعة وعشرين زي ما احنا شايفين ده نص الخطاب وانا استرعاني استوقفني يعني ان الراجل رئيس اتحاد اللجان الولمبية الوطنية الافريقية السيد مصطفى براف يعني بيثني على القيادة السياسية في مصر في اكثر مما موضع في هذا الخطاب ده من حاجات اللي يعني استوقفتني بطريقة كبيرة والراجل قال يعني ان هنا القيادة السياسية بيطقف قلبا وقلبا نحو دفع وتعزيز الرياضة في مصر بشكل كبير احنا ممكن لو الخطاب يكون معنا هنا يا رجال على الشاشة وراءنا طيب خلينا خلينا ارى الخطاب هو زي ما هو واضح ان نص ان اتحاد اللجان الولمبية الوطنية الافريقية الاناق يتقدم باسم ايات الاحترام والتقدير الى اعضاء اسرة اللجنة الولمبية المهندس شام حطب رئيس اللجنة الولمبية المصرية السيد رئيس اللجنة الولمبية اخي العزيز تحت تحت توجيهاتكم المؤرخ بتاريخ 13 اكتوبر 2023 والذي يعرب عن اهتمام جمهورية مصر العربية واستعدادها لاستضافة دورة الالعاب الافريقية التابعة للاناق لعام 2027 بدعم كامل من الحكومة اسمحوا لي اولا ان اعرب عن خالص احترامنا وامتناننا لمصر وقائدها العظيم فخامت الرئيس عبدالفتاح السيسي على الحكمة والتوجيه والتفهم الذي انعكس خلال اجتماعنا الاخير والذي عقد في مصر في شهر سبتمبر 2022 مع فخامة رئيس جمهورية مصر العربية بحضوركم الكريم وحضور السيد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري والسيد الدكتور توماس باخ رئيس اللجنة الولمبية الدولية والوفد المرافق له وسيد الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي الكورتاليد بصفته وهو اللقاء الذي اكدت اكدت فيه مصر التزامها بتعزيز دور الرياضة وتطويرها على المستوى العالمي والقاري ولتكون اولى من يخطو الطريق بالقارة للسعي نحو استضافة اول دورة للالعاب الولمبية على الاطلاق بالقارة في العام 2036 من منطلق التزاماتها المعلنة تجاه مصر والقائد البارز او التزاماتنا المعلنة تجاه مصر والقائد البارز فخامة الرئيس السيسي والحركة الرياضية في مصر باكملها تؤكد الانوكوا منح مصر حقا استضافة دورة الالعاب الافريقية التابعة للانوكوا للعام 2027 والتي دعمتها اللجنة الولمبية الدولية باعتبارها البطولة الافريقية المعتمدة المؤهلة لأولمبيات لس أنجلس 2028 نحن نتطلع قريبا إلى صياغة هذه الاتفاقية التعقدية لدورة الالعاب وجميع النواحي الإجرائية من أجل ضمان النجاح النهائي حيث نخططه لدورة الالعاب تظهر القدرات غير المسبوقة لمصر على استضافة الالعاب الولمبية وتفضلوا بقبول الاحترام مصطفى بيراف رئيس الألعاب عضو اللجنة الولمبية الدولية ده نص الخطاب وزي ما أشرنا أنه كان فيه تأكيد على القيادة ودور القيادة السياسية هنا في مصر وكيف يعني المواطن أو الجماهير الأفريقية ترى توجه هنا القيادة السياسية في مصر نحو تعزيز دور الرياضة في مصر بشكل نعام والرياضة الأفريقية دي حاجة كنا عايزين يعني لفتت انتبهنا وكنا عايزين يعني نعمل هايلايت عليها نروح بقى للبريمير ليج ربطة الدوري الإنجليزي اللي اتفقت على صفقة قياسية أخرى في تاريخ عقود البس التلفزيونية وهي فعلا صفقة تاريخية اللي معاها جماعة الكالكوليتر يريد يحسب لنا الرقم التعقدي اللي حنقوله بعد شوي طيب اتفقت ربطة الدوري الإنجليزي على صفقة قياسية أخرى في تاريخ عقود البس التلفزيوني ده كان مع شبكة إيه شبكة سكاي سبورتس وقنوات تي ان تي الصفقة مقابل كام 6.7 ايه 6.7 6.7 و 7 من 10 مليار جني استرليني 6.7 مليار جنيه استرليني يا جماعة المعرفش الجنيه استرليني بكام دلوقتي مصري بس نمعاك الكالكوليتر يا جماعة يريد تستعدونا نشوف الرقم ده يطلع كام بمصري يعني تاني الرقم 6.7 مليار 7.7 مليون جنيه استرليني لمدة 4 سنوات بداية من موسم 2025 2026 الرقم ده هو أكيد الأضخم في تاريخ حقوق البس الرياضي بتاريخ بريطانيا بيانصر التفاق على ايه بقى على ازاعة 270 مباراة بالنقل المباشر في الموسم 270 مباراة ب6.7 مليار جنيه استرليني يعني مباراة تطلعب كامل ماشي اللي يحسب برضه بالكاليكوليتر يتضمن كمان الاتفاق استمرار عرض بي بي سي لأبرز اللقطات في برنامجها Match of the Day 6.7 مليار جنيه استرليني يا جماعة يعني ما شاء الله نروح بقى للدوري بتاعنا دوري النيل جولة تامنة سموحة غلق فاركو اتنين واحد فاركو تقدم يا جماعة في الدقيقة أربعة وخمسين عبر وليد علي زي ما احنا متابعين دلوقتي قبل ما قري منتادة من قبل سموحة والكابتن أحمد طبعا سامي عمل أداء رائع مع فريق سموحة هدف هدف فاركو جه في البلاس البلاس ثلاثة أو طيب ده بدأنا بقى في الريمونتادة بتاعة سموحة فاركو دخل أو سجل الهدف بتاعه في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدأ الأضاع من الشوت الأول دي أهدف طبعا سموحة الريمونتادة بتخلص المباراة اتنين واحد لصالح سموحة على فاركو خلونا نروح بقى للتسريب الخاص لرقم عشرة أحد انفرادات رقم عشرة اليوم يكشف قائمة الأهلي في مونديال الأندية تانية ده هذا هو تسريب خاص لبرنامج رقم عشرة حراسة المرمى وده حاجة لسه يعني طلع من الفرن يعني لسه حاجة سخن حراسة المرمى محمد الشناوي مصطفى شبير وحمزة علاء خط الدفاع هيكون علي معلول كريم الدبيس محمد عبد المنعم ياسر إبراهيم رامي ربيعة محمد هاني خالد عبد الفتاح وأكرم توفيق خط الوسط عمر السولية أليو ديانج إمام عشور مروان عطية أحمد نبيل كوكا طاهر محمد طاهر حسين الشحات محمد مجدي أفشة وكريم فؤاد خط الهجوم محمود كهربا بيرسي تاو أنتوني مودست يليت يا جماعة معلش نقول تاني هذا التسريب تاني هذا التسريب خاص ببرنامج رقم عشرة التسريب خاص بالقائمة اللي كشف أو كشف عنها نادي الأهلي أن هي حتسافر لمورانديال الأندية الشهر ده حراسة المرمى حكون محمد الشناوي مصطفى شبير حمزة علاء خط التفاعة علي معلول كريم الدبيس محمد عبد المنعم ياسر إبراهيم رامي ربيعة محمد هاني خالد عبد الفتاح أكرم توفيق طبعا حيكون لنا توقف كبير جدا وكتير جدا علشان نشوف مين الأسماء اللي وردت في هذا التسريب مع ضيوفنا ده نتكلمنا عن خط الدفاع خط الوسط عمرو السلية أليو ديانج إمام عشور مروان عطية أحمد نبيل كوكا طاهر محمد طاهر حسين الشحات محمد مجد أفشا كريم فؤاد أما خط الهجوم اللي عليه الأقويل محمود كهرباء بيرسيتاو أنتوني مودست خلن نروح لفاصل ونرجع نستقبل المحلل الرياضي عمر الخشاب رجعنا لكم تاني بعد الفاصل عشاق ومحبي وجمهير كدرة القدم الأهلوية بيتسألوا يا ترى هل يا ترى السكواد الرائح لكأس العالم للأندية طريقة لعب كولر مؤخرا مقرنت لعب الأداء الأهلي السنة دي بالسنة اللي فاتت كمان هنتكلم على زمال كل التفاصيل دي مع محلل الرياضي اللي بيشرفنا هنا عمر الخشاب عمر برحب بيك سيدسر جائم سألخيرا حضرتك سألخيرا جميعا سيدسر المشاهدين طيب نبدأ سريعا بقى نادي الأهلي شايف أداء نادي الأهلي إزاي مارسل كولر السنادي مع نادي الأهلي قبيل سفروا ليه كأس الأعلام ليه الأندية أنت شايفه إزاي شايف قطة اللعب إزاي والتكتيك بتاعه إزاي خلينا متفقين يعني الأهلي عنده عمق سكواد والأهلي يعتبر دلوقتي في الفترة الحالية الأفضل والأكوى من حيث أمور الفنية من حيث أمور التكتيكية من حيث عمق السكواد الميدي أرتحية لكل أفقات كتير قوي سواء في الشامبزيجي الأفريكي مؤخرطة أو حتى في الدوري عمق السكواد المصطلح ده أول مرة أسمعه يعني أنت بالبلد كده أنت عندك عناصر كتيرة في مراكز عندك بدل قلب تسعة واحد عندك تلاتة واربعة بدل ما يكون عندك جناح واحد أو جناحين عندك أربعة وخمسة وستة أنت بتقدر تستفاد أو بتقدر تشكل التوليفة اللي أنت عاوزها بناءا على الخصم والمسابقة اللي أنت بتلعب فيها وبناءا على خطة الفريد وصادق أو من المشكلة طيب نتكلم باستفادة أكتر الأهلي أو إحنا كتير سمعنا أن التدوير اللعيبة بيسبب مشاكل فنية في المرعب ده جزء كتير يعني تدوير لعيبة تدوير لعيبة أن أنا عندي الحضاث عليبة والمرعب اللي بيشاركوا في الأهلي بصفة أسسية كسرة المطشاط بتوجب على المدير الفني أنه هو لازم عشان اللعيب ده بني أهدا في الأول في آخر عنده قدرات ذهنية قدرات بدنية قدرات نفسية أكيد في عامل مؤسرة أو خارجية ممكن تأثر عليه مع قرب المطشات كل 3 يام مطش مع طبعا مشاركة الأهلي في الدورة الأفريقية ثم تشامبيونزيج اللي لسه بدئ من حوالي أسبوعين كل دي كلها بتفرد على كل رجاء أن أنت لازم تقدر تدور اللعيبة بشيء نوع من أنواع الترفية شواء أو بمعنى أصح ما تحسش اللعيبة ما تحسش أنه فيه نقص في السكواد فيأثر على أفكارك أو يأثر على أنماطك سواء على سعيد الهجوم أو سعيد الدفاعي طب أنا ممكن أن أستوقفك هنا فترة من الفترات أعتقد الموسم قبل اللي فات لومنا على المدير الفني أنه نظرا لمشاركة الأهلي في العديد من المطلات ما كانش بيعمل روتيشن فوقتها كنا بنلوم على المدير الفني هو أنت ليه مش بتعمل روتيشن ما في الزب دلوقتي الرجل بيعمل روتيشن يعني يعني طب الجمهور عايز إيه ما هو الكسة مش مش في روتيشن نفس في كيفية روتيشن أنت بتغير روتيشن ده ما يفعش أنت تخل بالعمود الفقر بتاع الفرقة وكلمة العمود الفقر بتاع الفرقة حارس مرمى اتنين سنت اربكين واحد منهم ما يفعش تغير في كل خط تلت لعيبة أو اتنين على قل لعيب واحد نص الملعب اللي أنت كرش من خطة الأهلي أربعة ثلاثة ثلاثة فصعب قوي أنت في خط الدفاع تغير مثلا ثلاثة عناصر يحصل بالانس بنص الملعب أنت بتلعب ثلاثة نص الملعب بأدوار مركبة بتسند الاتنين التمانية لهم بيخشوا بيدموا الجوة أجنحة عكسية عشان قطر الأجنحة الرئاسية بتاعت الأهلي بتبتدي تضم أكتر جنب المهاجم ثم بتعمل الملعب بالأزيرة فصعب أنت كل ماتش تغير على قال لأتنين من الثلاثة خصوصا أنه كولر دايما طالب من الاتنين التمانيتين بتوعو واجب دفاعي أهم من الواجب اللجومي هو أول ما الأهلي يفقد الكرة أول أو تاني خط ضغط على طول يضغطوا يستردوها فقال لوقت ممكن ودي نقطة الأهلي يعني أرقامه بناءا اللي احنا هنكلم فيها يعني في أفريقيا أن الأهلي دايما في أفريقيا غير أهلي في دور المصر الجزئية التالت نرجع للورتيشن في السلاسي الأمامي الاتنين الأجنح أول مهاجم اللي عليه طبعا ألم تستفام أيا كان هو مين وهنا طبعا فترة فاتت بنشوف كهربا بسفة دايما على الرغم إذا ما حدك عارف أستاذ المشاهدين كهربا يعتبر مش مهاجم رئيسي لكن طبع عشان عدم موجود مهاجم وعدم جهازات مودست فبالتالي القائم بأعمال المهاجم بالزبط كده أه مودعب دايما فبالتالي بقى كهربا يعتبر عنصر أساسي في خط الهجوم فإنت لازم على قل التلاتة سواء الاتنين أجنح أول مهاجم على قل واحد أو اتنين فإنت توتل تغييرك أو الروتيشن أنت بستخدمه من أربع لخمس لعيبة بالكتير لكن إيه اللي بيحصل أنت بتلاقي سبع وتمع لعيبة في الملعب ممكن يوصل له التسعة فبالتالي الأفكار اللي كولر بيديها للعيبة مش بتظهر بالجودة بنفس الطريقة أو الأسلوب اللعيبة موجودة الأساسية طيب فبالتالي بتلاقي فيه نوع من عنوع الخلل الفني شوى في الملعب طيب خلينا نسأل عمربي أحد الأسئلة المصورة على السوشال ميديا وأعتقد يعني زي ما بيقوله كده فالد بوينت يعني سؤال محترم ألا وهو إن أداء نادي الأهلي موسم اللي فات غير تماما أداءه الموسم الحالي نادي الأهلي فنش تقريبا وإن كانت يعني الزكرة تسعفني تقريبا العلامة الكاملة في كل البطرات تقريبا بالضبط طبعا غير السوف الأفريقية في بداية الموسم تمام فيه تعثر في نادي في أداء نادي الأهلي سواء فيه محليا أو إفريقيا شايف إيه اللي حصل إيه اللي جاب الجاب اللي حصل ما بين نادي الأهلي نسخة نسخة الماضية ونادي الأهلي نسخة الحالية طيب خلينا نكمل بابة نتهيت إليه جزء منه حد ترتش الجزء الثاني الأهلي يا أستاذ القائي مش بيقابل نفسه فيه فرق بتلعبه يعني إنت بش نازل كسبان يعني إنت بش نازل واحد سفر لك ثم بعد كنا بستني الثاني والثالث فيه فرق إنت بتقابله مع اختلاف كوالة اللعيبة واختلاف أفكار المدربين فبالتالي الأهلي أو عفوا المنافسين بيبتدوا يدرسوا الأهلي السنة دي آخر أربع ماتشات بعد يعني خروج الأهلي من سانداونز من دور التماني الأهلي لعب المؤولين العرب ثم سيراميكا ثم الجونة ثم سموح قبل ماتش الشامبيونزيج طيب الأهلي السنة اللي فاتت كان الجودة بتاعته أن أنا بصنع فرص كتير قوي لكن اترجمت الهدف قليلة كان فيه رعونة في طريق الفرص كان فيه إهدار كان فيه تصرع كتير السنة دي بقى وبداية الموسم بتحصل العجز أنا عاجز عن صناعة الفرص الاثنين الصراح الاثنين يعني منضوع صناعة الفرص وتسجيل أو تفنيش الفرص بص خلينا نتفق أن الهدف بيجي كرة مسابة كرة تعدي خط المرمى الهدف بيجي نتيجة حالات كتيرة منها أن أنا قادر أصنع فرصة صناعة الفرص يام اللعب مفتوح ياما من كرة سبت ياما كرة سبت أو كرة متحرك الأهلي السندي أو بداية بلاش كلمة سندي بعد الماتش المأولين رغاية ماتش سموحة أو من ماتش المأولين رغاية ماتش سموحة في الأربع ماتشات بتاع الدور اللي هم كانوا متلحمين وعلى بعد اللي كان فيه من روتاشن الجزئية أو نقطة الأولانية اللي كلمت فيهما حضرتك صنع تمن فرص معدل صناعة الفرص ضئيل جدا بجودة محترامي الكامل المنافسين فرص في كم ماتش في الأربع ماتشات يعني معدل فرصتين في ماتش ده مش ضئيلة دي مش موجودة طيب نفس الكلام ده السنة اللي فاتت برضو قبل بداية الشامبيونز ديج طبعا أنا بش متذكر المنافسين كان اللي قابلهم احترامي الكامل يعني المنافسين الأهلي كان صنع عندها محلية عندها محلية طبعا بتكلم على دور المحلي كان صنع 23 فرصة في أربع ماتشات فإنت بتتكلم المعدل وصل لحوالي أربعة وكسور أو خمسة من وكسور يعني أنت عايز تقولي أن كل اللائمة تقع على الروتيشن دي أقول جزء أنا أقول جزء والجزء التاني أن المنافسين اللي بيقابلوا الأهلي بقى فيه دراسة فبالتالي في حاجة اسمها محل الأداء السرق أهلي أنا معروف يعني لا يخف على أحد ما هو بالزبط أنا فيه سواء السنية وصلنا لفاتت أو من 20 سنة وده طبيعي أنا فكر أنا بش بكلم بش بقلل أو بطلع الأمور السلبية أنا بنجتهد بنحاول نحط إيدينا على أماكن الخلل يعني برأينا المتوضع اللي فين الخلل فين ناس كتير بدون لك الإجهاد هو جزء يعني القصة كلها ما قادرش نسيبها للروتيشن ما قادرش نسيبها للإجهاد ما أنا بعمل روتشن عشان محسش بالإجهاد ما هو الإجهاد ينافر روتشن فبالتالي خلي بالك قالت الفكر المدرب قالت التنفيذ اللعيب فبالتالي اللعيب أو المدرب بيدي أفكار جودة الأفكار بتبان حلوة أو وحشة اللي بيخرجها بالبنى دي كده هو اللعيب لو اللعيب اللي موجود في الملعب كوالتي علي قوي وده مطالب بيكون موجود في الأندية الكمة أهلي وزاملكم وخارة فيرمز وفيتشر فبالتالي لازم جودة الأفكار تبان قوي تبان بسرعة إن إحنا خلينا متفقين إن الأندية في مصر مش أندية مشاريع يعني بمعنى أصح مش أحط أفكار تبان على المدى البعيد دي مش موجودة خلاص والجمهير مش هتنتظر كده خصوصا لأندية الكمة سأهلي وزاملكم فبالتالي كل الرميد دي أفكار والسراجوية محتاج جودة لعيبة في مركز معانا تظهر أفكار الأفكار موجودة والأفكار كتيرة إن المدير فني عنده خبراته سفيه بسم الله ما شاء الله حد سواء حرك لكن الجودة نفسها بتفرق في اللعيب ده بقى جزء أو ده اللي خليني أرجع لنقطة اللي أولى بتاع حضرتك حيثة الروتيشن الروتيشن بيتعمل طبعا أنا لا سمح الله مش أعدل على كلها لكن بنقل على المشاهد أو المضلول الواقع إنه بتعمل بطريقة مش مناسبة مع العناصر الموجودة فبالتالي انت مثلا سي بتطلع تلاتة نص الملعب بتغير اثنين فبيحصل لك خلل في نص الملعب نص الملعب ده العامل الأساسي اللي بيخرج لك الكرة بنسيابية من خط الدفاع لخط الأمامي خط الأمامي لازم جودة لعيبة تقدر تكون لك المسلسات اللي كلها رب يعتمد عليها بالجناح والظهير واللعيب لقم 8 سأقوم من أحدين وحد شمال الأفكار موجودة لكن الجودة مش بتبان بمعنى أصح ده يشكل مثلا جابه تلعب لعيبة المين كرة تقطع سي من أين كان اللعيب الموجود عشان العنصر الأساسي المعتاد على كده مش بتواجد فبالتالي تقول إيه فإنت بتيجي تنقض اللعيب ما هو اللعيب في نفس الوقت مشارك بنالعب مين اللعيب لما خرج في موضوع الروتيشن من نص الملعب حسيت إن فيه خلل في نص الملعب لا خلينا والقصة برضو أو كولر بيعتمد على الثلاثة السلاسي الأمامي التمركز وليس المركز الفرق بينهم سريعا المركز لعيب رقم 6 لكن التمركز بناء على وضعية الكورة في الملعب أقرب لعيب لها بيمثل المركز اللي موجود فيها الكورة يعني سيء مثلا مروان عطية في مرحلة البناء بيقوم رقم 6 لو يتقدم بالكورة وعمل بور كيرينج أو يجري بالكورة أو يمشي بالكورة مين بيغطي مكانه دينج فالكورة لو تقطعت هنا يبقى مروان عطية في الجزئية دي هو بيقوم بأدول رقم 8 نفس الكلام الجابها اليسر أو الثمانية الشمال اللي هو إمام عشور زي أفش تختلف إمتى لو أنا بدأت بأفش رقم 8 بيقوم بنفس الأدوار اللي إمام عشور بيقوم به محترامي الكامل لأفش ما عندوش شرصة الضغط لم يكنها بإطاعها ما عندوش حتة الواجبات الدفعية أو يغطي الظهير لما يتقدم مش بيقدر يربط زي جودة إمام عشور ما بين الظهير والجناعة سمع أقول لك في المنشاط المنشاط اللي فاتت اللي نزل فيها أفش بديل اللي نزل فيها أفش بديل وجدنا فيها تحول تام لصالح دقنا للأهل اللي نزل فيها أفش بديل قدام فرق متكتلة دفعية بحيئة أو منظمة دفعية إن أفش جودته بتظهر بالفيجين بتابع رؤيته كرقم عشرة لعيب حر ما تقيدوش بمركز ما تطلبش منه أدوار كتيرة هو اعتاد على ذلك مش بقلل من قمته مع كامل احترام يتأديل لي أنا بس بكال هيدو الجداحي لك حتى 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 قلت إيه لما نزل أفش لكن لما بتبدأ بسيب لعيب ديانج مثلا أو كده ديانج عليه بعض الأخطاء إن أنت بتديله أدوار هو يبتدى يعتدى عليها من أواخر السنة اللي فاتت لكن بتظهر مشاكل لها إن أنا التمانية المتقدم اللي بيقدر يديك الجناح العكسي أو يقدر يضم العمق الملعب وشوفناه في منطقة الجزاء فأكتر من حالة يعني نفس الجزاء دي كانت محمدي فتح لكن النقطة البولة حياتك عليه مش بيدمان قوي أو ما بانيتش سلبياتة محمدي فتحي إن محمدي فتح عنده حتة اختراك المساحة حتة الرؤية حتة تتزديد من خارج مميز بضربات الرأس في نفس الوقت بيلعب السهل الممتنع ديانج ممكن بيعيبه إنه بييجي التالت الأخير بتعلمها بسحياتك تفضلت قلت بيبتدي يفكر كذا تفكير فالكورة بتتقطع منه فإنت الأفكار بتبقى فكرة كولر لكن الجودة نفسها مش بتبان هي دي الجزئية اللي أنا عاوزة أشرحها عمرو بيه إنت كان عندك بعض الحالات عايزين نستعرضها يا رجال لو الحالات منجودة نقطة القصة كلها برضا سأتكلم عن الحالات هو الأهلي الفترة أخيرة زي ما قلت لحضرتك بناء بالأرقام والأحصيات مقرناتاً من السندي والسنة اللي فاتت إن أهلي عاجز عن صناعة الفرص من لعب مفتوح خلينا إن نتفقين كولر دايماً بيعتمد على نمط أو الأهلي في الدوري جاب 12 هدف منهم 10 هدف من لعب المفتوح يعني مش من كورة سبت الكورة متحركة خمس أهدف منه العمق والخمس أهدف التانين اتنين من الإطراف وتلاتة من التزديد من الخارج والتزديد من الخارج يعني يختلف فيه بناء على وضعية اللعيب بتبقى شكل جماعي أو بتبقى يعني اجتهاد فرد كولر معتمد على نمط أو اتنين قوي الأهلي بقى بيعاني إن الفرق لو صادوا بقى عفظة الأشكال دي بعض دي بعض الأنماط الهجومية اشرحانا بقى بعض الأنماط الهجومية اللي من المفترض أكيد كولر بيبتدي لازم يستقنفها الفترة جاءة برضو مش اللي سمح الله مش أنا اللي هوجه كولر إنت دايماً لما بتواجه يا أستاذ رجو على فكرة ممكن نوجه يعني إيه المشكلة لا أستمح الله طبعاً يعني لأ أنت دايماً ربنا خلي حضرتك أنت دايماً لما بتقابل دفاعات منظمة أو متكتلة أو زي ما بيقولوا بلغة درجة بيركنوا الأوتوبيس أو صاد المنطيات التمانتاشر لازم تبتدي تختريق الدفاعهم ده ممكن نتبقى ده على الصور النمط الأوليني إن أنت بتعمل أيزوليت للملعب بتعزل جبهة عن جبهة أخرى بتجمع لعبة مثلاً بالجبهة اليسرى بيحس تجذب لعبة المنافس إنها كلها تيجي عندك أو الجبهة اللي إنت فيها كرة ثم بعد كده بتعمل تمرات سريعة عشان تقدر تنقل الهجمة للجبهة اليوم ده نمط مميز جداً أهلي قريدي بيعملوا لسه كنت حقوق الأهلي قريدي بيعملوا بديم دمن الأنماط اللي يجمع اللعبة في التجاه خلاص ثم بعد كده بتتدي تمريرة قصيرة أو العكس للجناح أي أن كانت تجمع لعبة فين بفداية كلر بيعتمد على نمط زي ده لكن المنافس يبطلق إراء دي جزئية الجزئية الثانية حتة النمط أو الرجل التالي إيه هي كلمة رجل التالي أو المسافة صفر رجل التالي دايما أنت بتعمل الله مسافة صفر المسافة صفر بالظبط هي الجزئية كلها بيختصر شديد إن أنت نمط التالي أنت فيه لعيب حر المدافع مش واخد باله منه بيبتدي يقتح بالمساحة بمعنى أصح المدافع أو من دمن الموجبات الأساسية للمدافع حتة الرقابة من تومان طبيعا أنت اللي بتعمل وان تو المدافع بيبعينه على المهاجم المعاه المهاجم هو المستقبل الكرة اللعيب التالت لما بيجي الكرة للشخص التالت بيجاي من وراء الأدام فصعب جدا على المدافع إنه هو يبتقي زي بالظبط حمدي فتحي نفس زي حمدي فتحي بالظبط من اللي ممكن يقوم بالدور ده هو قريدي الدور ده بيتم بس مش بالجودة اللي بتبقى زهرة حمدي فتحي السنة اللي فاتت كان بيقوم بالدور ده كان اللي كانت جودة كان بتبقى زهرة دايما نكتحم المساحات عن طريق تمرير هو بيدي مثلا البصة الأولانية سي مثلا لأفشة والبصة التانية بتيجي للمهاجم والتالتة بيأخده هو بس بيأخد البصة الأولانية من الشخص اللي اداله الكرة أول مرة بيبقى هو مستقبل الكرة التالتة فبالتالي المدافع اللي قاعد ماسك سيل كهربا مثلا كأنه كمهاجم مش واخد باله ان فيه لعيب جاي من وراء القدام هكتحم المساح بيبقى عينه على كهربا أنا بدي مثل مثلا بيبقى عينه على كهربا هل قال يوديانج ممكن يقوم بالدور ده هو يوديانج يبتالي يقوم بالدور ده لكن الأمور بيش بنفس جودة حمد الفتح محمد عبد المنعم ممكن يقوم بالدور ده محمد عبد المنعم بس في أول في آخر ولا هو ما أيده بأدور ده في أي أكتر محمد عبد المنعم هو يوردي مدافع أنا بتكلم على التلت الخير للمنافس ده بقى بسيحنا شوفنا في بعض الحالات محمد عبد المنعم كان بيلا عبر رأس حار اه بإني طبعا ده بلوقتي يعني في أواخر المطش أو كده في بيبتدي طبعا تبقى الأدور استثنائية شوي لكن أنا بتكلم على بعض الأشكال ده الشكل الثالث برضو ده الشكل الثالث نستعرضه يا جماعة ده طبعا من أميز إلندية على الأوروبا طبعا بتستخدمه هو منشستر سيدي النمط الثالث انت دايما حضرتك لما بتيجي تعمل خط دفاع بما عندك خطين دفاع أو ثلاث خطوط دفاع خط الدفاع الأول هو المهاجم خط الدفاع التاني لو خط الوسط خط الدفاع التالت هو المدفعين ده طبيعي أو المهاجم اللي بيجي يضغط ده يعتبر خط الدفاع الأولين لما انت بتيجي بتقابل فريق متكتل دفاعين فبالتالي بتبقى الخطوط بتعمل كدفاع متأخر تحس خط النص يا أستاذ رجاي بالبلد كان نام على خط الدفاع فلازم تشدهم تعزلهم عن بعض فده بالآخر يعني باللغة الكرة بتحط لعيبة بين الخطوط لعيبة مهارية ما بين الخطوط عشان تعزل تعمل مرحلة عزل ما بين خط الدفاع وبين خط النص عشان ليه فيه لعيبة أصحاب مهارة تخش ما بين الخطوط وتقدر تستلم الكرة وتقرب أكتر مسافة من مرمى المنافسة للأسف كنت تحديدا أحد لو أنا فاكر ماتش سموحة لو أنا فاكر صحيح بالضبط اللي نور حضرتك أنا كنت أذكورها كان مسل بردو بس تمام صح كابتال أحمد سامي مش دي طريقة لعبه بس للأسف لما بيبقى قدام أهلي أو زمالك أو مش يعني سيبنا من سموحة مثلا مودرن فيوتشر وهو عمل أداء كويس يعني بس لما بيجوا الفرق دي يعني حتى لو كانت فرقة كبيرة بس سنطة أمبيرامنت لما بيجي يلعبه قدام أهلي أو الزمالك بيتكتلوا بزي منت كده المصطلح اللي انت استخدمته الخط الوسط نايم على خط الدفاعات عشان بيقول لتنين يعملوا زحلة فدع حاله إنه يكون لعيبة مهارية ما بين الخطوط بتحط لعيبة بين الخطوط زي مثلا الكهرباء بدل ما هو من الاتنين سنتر بكين بتوع المنافس بينزل عشان يعزل خط النص فبالتالي خط النص بيبتدي يتقدم عشان يخطف الكورة من اللعيبة المستحوزة فيتلاقي كهرباء عنده حرية أنا بدي مثل كهرباء كأهل يعني يبتدي عنده متنفذ زي ما حدرتك قل نوعه يبتدي يستلم الكورة فلما يستلم الكورة بيعمل خلخلة في المساكين المساكين اللي مسكوا أو اللعيب المتركب لو كهرباء فلت من الرقابة هي دي جزء ده ورده نمط أو شكل معين فكرة واحدة كولر بيبتدي يستخدم حاجات دي أو راديو بيستخدمها لكن الكورة مش معتادة يعني كولر اللعيبة حفظة ثلاث أربع أنماط وما أو راديو حفظنا لكن بيختلف الجودة فالمنافس عندنا كما تشقد قبل كاس العالم اتنين تقريباً أو تلاتة على حد ذا ذكرت يقدر كولر يفعل الخطة دي قبل كاس العالم أو راديو موجودة لكن مش معتادة أو مش متكررة المتكررة المنافس لحد ما يبتدي يقراه إيه دي الجزئة اللي أعوز أوصل لحضرتك آخر برضو حاجة عشان إحنا بصراحة يعني الجزئة دي دي جزئة إن أنا يعني بعمل موبيلتي أو حركية بعمل تبادل مراكز بمين الجناح مثلا والمهاجم بخلي بعمل عشان الغارت منه أعمل خلخلة في تفاع المنافس مثلا المهاجم بينزل بيسقط ياخد مع المدافع المساج بتاعه واللي يقطع من المساحة لقيه بنص المرأب أو لقيه برقم عشرة بقول الله ده اللعيب كويس جدا أو فيقول الله ينور عليه ممكن لعيب تاني يعملها كرة يتعطل منه يتحرك غلط دي النقطة اللي أقول لحضرتك عليها اللي سبب من أسبابها لو رجعنا نقطة رقم واحد حتة الروتيشن ممكن الروتيشن في المركز ده بيس مناسب للعيب ده أو بمعنى أصح اللعيب ده بيس مناسبه الفكرة دي فيكون المدرب طالب منه الفكرة دي لكن تتنفس بجودة أكتر أو أعلى أنا بدي مثل محترامي الكامل لعيبت الأهلي بجودة زي إمام عشور ممكن ما تبانش بنفس الجودة زي سي لعيب تاني زي مثلا مروان عطي أو ديانج وممكن يتحرك غلط ممكن يتحرك فيخبط في لعيب الأصاد عشان مش عارف التوقيت الطايم لازم برضو كحاجات دي بليها طايم أول ما كرة تيجي لعيب رقم 8 أكهرباء ينزل يسحب مدافع أنت تحرك على طول ممكن يتحرك على طول تحركوا في المساحة الخالية لكن الطايم بتاع البصة وحش حاجة جزئية تانية حتة الموبيلة الحركية ودي من مبادئ العامة للهجوم حتة أنت الأجنحة تغير بصفة دائمة تمركزات وتعادلها بالضبط كده زي من تقول أنت كان مركز تمركز وليس مركز الله ينورى حضرتك يعمل خلخلة في المنافس المنافس المدافعين يحصلوا من نوع من أنواع الشوك الصدمة هو ماسك سي مثلا كهرباء فكهرباء يروح لحك لمين يدفع المنافس الغرض كل ده أن أنا أوصل أو أقدر أصنع فرصة هيدا كل يعني أنا آسف لو طولت في الكوزية دي الغرض منها أن أنا أقدر أصنع فرح طبعا التالت أجزاء الأخارة الكورة السابتة طبعا ده نمط مهم جدا وإحنا بنتكلم تفصيلية عن نادي زمالك طبعا لو هو برز في موضوع استخدار الكورة السابتة وآخر برضو حاجة شكل حتة أن أنا بستغل طبعا أطراف الملعب أنا هنا مقسم لحضرتك الملعب كوينج 1 2 3 4 5 5 مبرات الوينج الشمال ده يعتبر فيه اللي بتمركز فيه أكتر هو الظهير لو إحنا بنقوله على الأمثلة هو معلول اللي هو في سبيسيس دي اللي هي أنصف المسحات اللي ما بين الباك رايت لو إحنا بنتكلم على معلول يعني ما بين الباك رايت المنافس وما بين السنتر باك اللي جنبه أنا بدي مثلا لو الملعب الشمال على حد معلول فبالتالي اللي بتمركز في الجزئية دي هو مثلا الجناح مع الجبهة اللعب بالعيب رقم 8 مع طبعا عمط اللي هي الميدل دي واضحة اللي هي بيبقى المهاجم دايما متواجد فيها والعيب رقم عصرة أي أن كان قفسة أو أي أن كان ديانجر بيقوم بالدور ده وهكذا الناحية اليومنا بيبقى سيء الظهير فيها محمد هاني أو أكرم طفيق مع طبعا الهفز بيس دي اللي دايما بيكون متواجد فيها الجناح العكسي بتاع الأهلي أو ريب رقم 8 الثاني اللي بيزيد بيعمل زيادة العدائية في الثمنتاشر أو حتى الجناح هو بيموي مميز جدا بيرسيتاو ممكن في كرة زي دي أو نمط زي دي ده وضع قائم ده وضع قائم بيرسيتاو بيقوم بالدور ده ممكن جناح تاني ما يارفش تحرك إمتى يعني نمط من الأنماط إن مثلا بيرسيتاو بينزل ومحمد هاني بيتقدم ده نمط شكل موحد موجود بينزل أو بيدم الجوه يعني أو بيدم يعني بيفتح حرض الملعب ياخد معها الباكليفت بتاع المنافس وبيخش في الهث سبيس دي هو اللي هو الباكرايت اللي هو بتعتبر بتتقال بلغة التحليل الـ underlap الـ overlap وunderlap الـ overlap الزهير بيطلع وبيدخل الجناح لو جوه عمك الملعب الـ underlap بيعمل العجس الزهير يا هو الباكرايت بيخش جوه جوه لعمك الملعب والجناح بيعمل عملية تثبيت للباكليفت زي أقمتش كبالة كده يعني بالضبط فدي كلها بعض النمط مع طبعا النمط الأخير للحالة الأخيرة حتة أن أنت بتستفز ضغط المنافس انفايزا بريش اللي أنت بتخلي المنافس تعمل تمررات سريعة وصيارة في تلتو في نص الملعب التلت التاني من الملعب عشان خاطر تعمله استفزاز تستفزه في بتين يضغط عليك فلما يضغط عليك يسيد مسحات وراء فإنت تستغل المسحات الخلف المدافعين هي خمس أو ست أشكال مع طبعا آخر حاجة كور السابتة والتزديد من الخارج وطبعا المهارة الفردية للعناصر المميزة طبعا زي بيرسيتاو أو كهرباء الآخرين احنا عايزين نتكلم على الزمالك ما عرفش احنا عندنا فضلين وقت قد أدئي رجالة بس قبل بما ده عايزين نتكلم عن الأهل أفريقيا في عجالة شايف الأهل الأفريقيا لا الأهل الأفريقيا خلي بالك هو ليه أهلي بيصنع في المطشين بالنحن نتكلم على صناعة الفرحة السريعة قبل ما نبدأ عز مالك الأهل في المطشين الأولين ومطش التاني صنع 18 فرصة منهم 11 فرصة وكان يعدي 8 أكثر من 10 أول يعني هدف المطقع بتعدي 8 أكثر من 10 ليه؟ برضو ممكن حد يستغرب من الكلام إن جودة لعيبة بعض الأدية والتاني الأرقام الأهل في المطش الأولين قدام الفريق الغاني برضو يزاكرة مالش خليتني في الكلام وقدام يانج أفريقيا صنع المطشين على بعض مجموحهم صنع 18 فرصة يعني لو إحنا قسمناها معدل 9 فرص في المباراة الواحدة ده بيأكد عكس الدوري هو الأهل اللاعب قدام مدياما مدياما عفوا ويانج أفريق آه سمحني أنا تذكرة خليتني معلش والله أنا أكثر وقدام يانج أفريقيا في المطشين دول صنع 19 فرصة في المطشين في المطش الواحد يعني معدل في المطش الواحد 8 فرص وده معدل فرص مش أقول لك مميز لكن دايب جدا ده أنا عايز أقول لك ده أنا عايز أقول لك بكل الفرص اللي نادي الأهل صنعها في الدوري بالضبط إيه بقى الفرق حاجة بسيطة جدا بعض الفرق سيبك يانج أفريقيا تستثناء طبعا في طفرة في آخر 3 سنين وصيف الكونفدرالية واخد الدوري مرتين من سيمبا بعد ما كان سيمبا مكتسح لكن جودة الفريق الغاني أو المطش أولاني جودة خط تفعه مش بنفس الجودة بتاعة الفرق اللي قابلها فيه استموات ومذاكرة أقل من مذاكرة الفرق مذاكرة الأهلي أقل بكتير من مذاكرة الفرق بتاعة الدوري إن معتدة بتشوف الأهلي فمع محلية الأداء يعني متمرسين في الدوري المصر فبتختلف الجودة على الرغم إن دول مشاركين أفريقيين لكن أنا يعني ممكن الناس تختلف معي في بعض الأندية في مصر اختلفنا اتفاقنا عليها أقوى بكتير من بعض الأندية اللي بتشارك أفريقيين طبعا إذاك عارف إن معظم الدار مش بتكلم عن دي طبعا الكمة في أفريقيا ده حديثة اللي بيها تشارك في الشامبزيك أو الكون في ضررية مستوها لا أقوليك بيها لكن هي في الدوري المحلي بتاعها بتبقى كويس يانج أفريكان كان ممائز جدا من الأهلي لكن لما ابتدى يفتح خطوطه عشان يبادر قبل ما الأهلي يجيب الهدف الأولاني بتاعه خلي بالك الهدف اللي جي يعتبر يعني نسبة إحرازه نسبة ضئيلة جدا فيها جزء كبير من الصدفة لكن الأهداف اللي ضاعت ولو استردنا الحالتين كورف الأعرض وكورف القائمة يعني الهدف الأولاني فيها فرصيتين طبعا فيه فرص كتيرة وكان الزمل ما حضرتك إنبارح أو أول إنبارح استعرضوا بتحديدا عن يعني طيب عامل استغلال ولا أروع للنادي الأهلي كان بيحسن استغلاله الموسم اللي فات الكورة السبت تقييمك بقى لأداء نادي الزمالك ومفاتيح اللي بابتاعتك قبل ما أكلم عن الزمالك فيه واحد كده لازم نتكلم عليه مدرب إيطالي اسمه جياني فيو مدرب إيطالي ده من أشهر المدرب جياني 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 فيو فيو الراجل ده من أشهر المدربين المتخصصين في الكورة السبتة وشفنا مؤخرة طبعا أرسنال نيكولاس جوفر ومدربين على سبيل الأوروبي أو المحلي حتى ابتدت الندية المصرية تبتدي تستعين بالمتخصصين في الكورة السبتة زي ما نتكلم عنه زي ما عليك لك جياني فيو ده إيه إيه راجل ده كان متخصص في الكورة السبتة ومازال طبعا مع نادي إيه كان يعني يعطبع من دمن الجاز الفني مع توتنهان ثم تشيلسي ثم كان مع المنتخب الإيطالي في اليورو الأخيرة مع مانشيني الراجل ده عامل أو عنده حوالي 4000 والرقم ده حتى يبحث عليه دقيق يعني إن شاء الله يكون دقيق 4000 نموذج لكورة السبتة 4000 نموذج مختلف لكورة السبتة سبتة متحركة أفويلات أو ضربات تركنية أو كلم ده كله ابتدت تستعين به لأن ده كتير حتى على سبيل مش إنه هو يكون يعني في الأرض الملعب بالعكس بيستعين عنده كبيرة سواء على الأوروبي أو المحلي في إيطاليا كالكونسولتنت يعني مستشور بالضبط كذا عشان خاطر يبتدي متمرس جدا في كورة السبتة وليه ما كله شيري جدا كورة السبتة دي يعتبر 30% من قوة أي فرقة طبعا لكنه بالضبط المهاجم الخفي زي ما فيه فريق زي بالضبط من كلام ده هنا بقى هبتدي خش على زمالك زي ما يكن فيه فريق ما عندهش القدرة المليئة أو الظروف مش مناسبة إنه يبتدي يشتري مهاجم ببادجت عليه قوي زي الزمالك الظروف طبعا اللي بيمر ميها نتيجة الغلق الكدو كده ابتدي يستعين بالعلم والعلم هو الناس المتخصصة بمعنى أصح كل الاحترام وكل التأدير كابتر معتمد جمال طبعا وجهز الفني للمعاون لكن القصة كلها إنه ابتدي يستعين بالناس المتخصصة في حاجة خارجة على الإطار شوية هيا كورة سبت فن المتاح طبعا بالضبط تيم سكاوت يعني بزميننا للفاضل لازم أقول أسموه طبعا لو تسمحلي طبعا كابتن محمد داود وكابتن محمد علاء اللي هو متخصصين ومحمد علاء بصفة تحدينا متخصص في كورة سبت الراجل ده مع الجهز الفني المتعاون مع كابتن كابتن محمد داود ومحمد وكابتن محمد علاء دول كلمة السر في نادي الزمالك بصراحة يعني مع طبعا كابتن محمد جمال بخبراته مع الجهز المعاون لكن الراجل صعب جدا إنه هو في يوم وليلة مش يدوس على الزرار الزمالك هتحسن مش عشان بيكسب ما قدرش أقول إن الزمالك خلاص رجع ولا حتى لو كالزمالك خسر في ثلاث ماتشاط قدر أقول الزمالك أو كابتن محمد جمال الأمور فشلة المعيار على النتيجة دلوقتي ده معيار سطحي وليس معيار مطلق خلينا منتفين على كده وصعب جدا يا أستاذ رجاي في الفترة الحالية تقيم المدرب على النتيجة لكن الراجل اللي عمله رجع للبيزيكس وصيره مع كل الاحترام وكل التدير وأنا واحد من الناس يعني صراحة الراجل ده يعني يعني بحترمه جدا الأفكار اللي بيطبقها لكن خلاص أثبتت إن الأفكار دي بجودتها بيش متبقى مع الدوري بصفة عامة ولا مع جودة العبت الزمالة المحترامي الكاملة فبالتالي الراجل كابتر محتمى الجمال رجع للبيزيكس بالأساس بالضبط للأساس أنت باك رايت أنت باك ليفت أنت قلب الدفاع أنت مهاجم والأمور الخططية الطبيعية طيب لو احنا دخلنا على كورستاب قبل ما نقول الزمالك قبل تيم السكاوت وكابتر محمد علاء وقبل كابتر محتمى كابتر محتمى جيب السفة عامة طبعا ورئيس الجهاز الفني ليه كل الاحترام وكل التأدير الزمالك في 6 المطشات أولي في الدوري سجل 4 أهداف عفوا 3 أهداف من أصل كام 14 أهداف 3 أهداف بس يا أستاذ رجائي من كور سبت من أصل 14 أهداف الزمالك سجلهم بسفة عامة في الدوري طيب بعد ما جي لكابتر محتمى جمال الجهاز الفني معاون قبل المطش الأخير أمام اللي كانت لعب النبارح سجل 4 أهداف من 6 أهداف 4 أهداف من كور سبت من 6 أهداف يعني نسبة 75% من الأهداف اللي سجلت نادي زمالك كور سبت طيب معظمها من ضربات الركنية طيب ضربات الركنية دي لما بتيجي كمحل الأداء يبتدي يشرح للعبته هتعمل ايه لازم يقسم منطقة السيكسير ده زي يعني الجرافيك اللي كان قابليه لأربعة تربعة بالعرض وبالطول لو إحنا بخلينا المنفذ عشان فيه جزء مش ظاهر لو منفذ الكورة كده على اسمال حضرتك ده افتراضا كجرافيك لو كورة تلعبت في الحتة دي لازم تتلعب في سيارة استحالها تتلعب في الحتة دي يعني مش هتبقى منظرها باية الجزء التاني من تأسيم التمنتاشر لأربعة تربعة هو نير بوست أو الزاوية القريبة الزاوية القريبة اللي هي اللي بعديها مباشرة بالضبط ودي نادي الزا مالك ونشرحها في حالات الهداف اللي الزا مالك بيستكتبها أو التارجت بتاعته طبعا هزين بس في عجال عشان الوقت يلاهمون وآخر حاكته طبعا اسمول إيري هي المنطقة الستة يارضة ومطقة اللي هي بال producer اللي هي مطقة الضاوية البعيدة في ل smoked far post اللي هي خورتولية الحارس يعني مش هقدارةじゃあcom مش نير بوست هنا مش نير بوست هنا مفروض تبقى نير بوست هنا كمان مش هناك نير بوست منald Warriors هناك نير بوست أوه حارس مرمى فوق دي زاوي الأوريبة بتاعته الليSmith لكن دي الزاوية البعيدة اللي هي الجمع اليسرى بتاعته أنا كده قلبت لحضرتك والملفز الكرة ناحية اليسرى بتاعتك من هنا بقى نيجي نتكلم على أهداف اللي زا مالك سجلها ونقول سريعا للسيد المشاهدين الزا مالك في مطش فيوتشر تحديدا هنا أول لعيب بيبتدي كرة بيتلعب على الزاوية القريبة غرض اللعيب الأولين يسحب الاتنين سنتر باكين أو الاتنين الوقفين فيوتشر بيحتمد على نظام الهيجن نظام الاتنين هو دفاع المنطقة ودفاع رجل لرجل دفاع المنطقة اللي هو بيخلي العيبة وقفة على السيكسير ده بعدد كافي من العيبة عشان يطرد لعيبة الزا مالك ما يخص سلوص منطقة الخطر الخط الدفاع الأول بتاعه الغرض من ضربة روكينيت الزا مالك تحديدا أن العيب الأولين اللي بيجر ده بيسحب معاه الاتنين اللي قفين على الزاوية القريبة عشان يفضي مساحة لسف الدين الجزيرة اللي هو جاي من خلف الأمام واللعيب اللي وراء اللي بيجري بالزبط هو ده حضرتك ده سف الدين الجزيرة بيعمل عملية استقاف للمساك اللي جاي بيعمل حال التركب للعيب اللي بيجري ده الزا مالك في المارك يا طبعا عشان معانا على القطاط عشان هو الحصرية الزا مالك في نفس الكورة بتاع فيوتشر بيزبط حضرتك أول لعيب بيقطع على الزاوية القريبة مش ده الغرض يتلعبه هو بيسحب العالي 2 سنة ترباكين بتوع الزاوية المنافسة والزا مالك بيبقى شكله بيقف كنه زي القطر بالعرب وبيتاني واحد بالزبط كده عشان يعمل موقف تفوق عددي زي بالزبط المشهد القصد حضرتك والسادة المشهدين موقف 5 على 3 خمس لعيبت الزا مالك ده بيغير أو ده بيسحب اللعيب الأولاني بيسحب ال 2 سنة ترباكين ثم بتتلعب للعيب اللي جاي من خلف للأمام بيش متعاملوا عملية تراكم ده هدف بالزبط في مبطش الأولاني يكون فدرالعيب ده بوسليم بصت حضرتك كرة بتتلعب أول لعيب هنا ده تقريبا عبدالغاني تقريبا بيسحب معالي 2 سنة ترباكين بتوع الفريق المنافس اللقطة اللي بعدين تاني حضرتك اللي بيجري بقى بوسليمين ده سيف الدين الجزيري المساحة دي هو بيقتحمها المساحة دي في المشهد التالت أو اللقطة التالتة هتبقى فاضية هيتطلع ياخدوا الكورة هو الغرض منه وفي دمير وهي بالزبط وطلع حطها بالموهيد الجزائي تفاصيل بسيطة جدا إن الوقت مش سامح لكابت المحتمى الجمال وجهازه الفني اللي هو يطبق لأفكار كتيرة أكيد طبعا نشوف جودة أعلى على سعيد الخطتي والفني فتر التوقف لكن القصة كلها في الوقت المتاح بحاول أنقذ ما يمكن أنقذ أنا على صعيد الشخص أنا يعني استفد ربنا خليك رب ربنا خلي حضرتك الحالات اللي أنت استعطتها شكرا شكرا جزيلا شكرا حضرتك عمر الشاب المحلل أرياضي كان معنا شكرا شكرا جزيلا شكرا حضرتك خلينا نروح حليف واصل ونرجع مجددا مع الناقضين الرياضيين الأستاذ أحمد عبد الحميد والأستاذ بلال السيسي أرجوكم ابقوا معنا رجعنا لكم مرة تانية قائمة النادي الأهلي المسهربة لبرنامج رقم عشر نتكلم عليها بالتفصيل مع القضين الرياضيين أستاذ أحمد عبد الحميد برحب بحضرتك أهلا بك أستاذ رجالي وكمان الأستاذ بلال السيسي برحب بحضرتك أهلا بك أستاذ رقائي وأهلا بكل مشاهدين وطبعنا في كل مكان طيب خلونا نبدأ مع القائمة المسهربة نستعرض بقى أبرز المستبعدين عن القائمة ليه تم استبعد ده ليه تم ضم ده خلونا نلقى كده القائمة مرة تانية وهي زي ما قلنا هذه القائمة ليست رسمية هي قائمة مسهربة عن طريق أحد المصادر لنا فيه النادي الأهلية حراسة المرمى محمد الشناوي مصطفى الشبير حمز علاء خط الدفاع علي معلول كريم الدبيس محمد عبد المنعم يسر إبراهيم رامي ربيعة محمد هاني خالد عبد الفتاح أكرم توفيق خط الوسط عمر السولية أليو ديانج إمام عشور مروان عطية أحمد نبيل كوكا طهر محمد طهر حسين أشرحات محمد مجدعف شعوات كهربا بيرسيتاو وآنتوني موادس تحبوا نتكلم خط خط يا جماعة أو نتكلم في المجمل في المجمل طيب يعني يعني رأيك إيه في هذه القائمة يعني أنا شايف أنها قائمة منطقية جدا مفيش فيها أي مفاجآت بالنسبة لأنها ما كان فيه مفاجآت لجمهور العالم بشكل كبير خاصة أحمد عبدالقادر وصلاح محسن بس يعني لو جنا فكرنا في القائمة نفسها أحمد عبدالقادر وصلاح محسن كان المفضلة بينهم وبين أكثر من اللعيب بس هم في الآخر كلر حسم من نسبة نسبة كبيرة جدا طبعا من الاتنين برق قائمة في كاس العالم منطقيا أنا بالنسبة لي القائمة منطقية جدا لأننا أحمد عبدالقادر مش موجود مع الآلي في الفترات الأخيرة ممكن أسأل سؤال فضل ليه؟ يعني هل هل وجهة نظر فنية أم يعني فيه أمر آخر إحنا نجهله دا يا وجهة نظر فنية أكيد لأن طبعا القائمة دي اختيارها فنية بالأساس فأنا بأختار دي خولر أنا بأتكلم مثلا لو أنا مدير فني بأختار ليفيدني فنيا أحمد عبدالقادر بعيد فنيا عن الآلي في المطقية الأخيرة أنا لو أنا برضو معلش لو بتحدث بلسان الجمهور هقول لك والله يعني ما مش معنا أحمد عبدالقادر ما هو مؤخرا فنيا كل الفريق مش هو مش بيقدم يعني المردود المرتجى منه طبيعي طبعا بس أنا أنا شايف يعني أحمد عبدالقادر ما قدمش مردوده حتى في آخر مطش في مباراة للأهلي كان نزل بديل وكان سيء جدا أحمد عبدالقادر بعيدنا عن حسابات كل الفنية بقاله فترة مش منش مطشقات اللي فاتت ده بقاله فترة بعيدنا عن حساباته الفنية بقاله فترة عصلا بيفكر في الرحيل بقاله فترة بيفكر بره الملعب ومش مركز في ملعب بشكل كبير فإنه استبعاده ده منطقي من أحد الأخبار الحصرية اللي كانت عندنا النهاردة إن عبدالقادر يعني أبدى رغبته إنه في حال يعني تم تأكيد استبعاده يعني من القائمة إنه عنده عرض للأتراف في أحد الأدية الخارجية عنده عرض وعنده عرض محلية أكيد طبعا نحن عبدالقادر ممكن يروح سموها يرجع تاني سموها كأهارة ممكن يروح أي نادي محلي موجود في الدور المحلي ولكن أحمد عبدالقادر لو تم استبعاده بنسبة كبيرة أحمد عبدالقادر هيقدم أكيد هيقدم طلب للرحيل إنه عايز يمشي والأزمة دي أعتقد إنه هي في طريقها للتحقيق إنه أحمد عبدالقادر هيطالب رسميا برحيله في حال استبعاده من قائمة الكاس العامل الآن ده طبيعة ومنطقي كما أنا تم استبعادي من قائمة بطولة جبالزادية يعني أنتم مش عايزيني في الفرقة فأسيبوني أرحل يعني طيب قبل كده كان طلب برضو نفس الكلام تم استبعاده كتر من برة فكان طلب برضو إنه هيرحل والموضوع تم تأجيره طيب ده بالنسبة لأحمد عبدالقادر بالنسبة لي صلاح محسن يعني صلاح بالنسبة لي مش مفجأة كبيرة وعليش يا جماعين هايزين لأكد هذي الأخبار ليست أخبار رسمية يعني اللي إحنا بنتكلم عليهم اللي هما مستبعدين أو منضمين دي القائمة دي الأخبار أو القائمة دي مش رسمية دي زي ما قلنا بناء على تسريبات لأحد المصادر بتاعتنا اللي رقم عشان خلال در مشكلة كلها مش فكرة استبعاد اللعيب هي اللي هتأثر في الفترة الحالية لا هي هتأثر عليه فيما بعد خلاص اللعيب ده فقط السيقة تماما وبعلاقين تام اللي هو خارج حسابات المدير الفني فبالتالي هو هيبقى طول الوقت بيبحث اللي هو إزاي يمشي بقى أو إزاي أنا دور العرض تاني صلاح محسن مساعدش نفسه في النادل اللي ما استغلش الفرص اللي كانت موجودة باستغلش سوق الحالة اللي ظهر عليها بس كل رب يحبه والحب مش كل حاجة فكرة القضام انت بتحبني بس انت ما بتحبش نفسك بتسغلش فرصة انت خدتها صلاح محسن جنة عادي جدا فما تشوفها فريكة بيعمل حرقات غريبة جدا ده بيدلي على العقلية اللي بيتميز بها اللعب أو بتدلي على سلوك اللعب ذات نفسه انت ذات نفسك عندك أنتوني مودست اللي هو عليه مشاكل كتير جدا واللي هو ما أقنعش كل المتابعين القلعة الحمراء وشاق القلعة الحمراء ما أقنعش كمان المدير الفني ذات نفسه ما استغلتش السوق الحالة الفنية المودست وما حجزتش مكان أساسي في التشكيل الأساسي النادي الأهلي في ظل غياب قاربها لمدة ست مباريات على المبارات المحلية وسوق أداء مودست انت ما حجزتش مكان أساسي في تشكيل الأهلي فبالتالي لا تنمين لنفسك ممكن أصل برضو سؤال بلسان جمهور الأهلي طب ما هو أنا ما حجزتش مقعد لي أساسي في هجوم النادي الأهلي وكذلك فعل مودست اش معنى اش معنى ياخد مودست ويركن صراح محسن ليه صلاح محسن تم ركنول ليه صلاح محسن وليه خد مودست مودست عشقات رو متعرق لوطوط كتير جدا جدا جا كلها فهو أخذها من فكرة اللي هو اي دي آخر فرصة وآخر تقييم بالنسبة لمودست اللي هو فكر كاس العامل عن دية لكن كلنا نستقرر بشكل كبير جدا ان صلاح محسن مش هيبقى موجود معاه في الفترة اللي جاية فبالتالي لازم يبقى يدي المساحة تقييمية لمودست قبل ما يحكم عليه حكم نهائي سواء بالاستبارات مع نادل اهلية او بالرحيل لكن صلاح محسن اعتقدوا اللي هو بشكل كبير جدا خارج حسبات قولار خاصة اللي هو ما ساعدش نفسه زي ما حتى قلنا ما استغلش الفرصة اللي هي كات موجودة بالنسبة اللي هو يقولولي ايه الفرصة اللي كانت موجودة الفرصة اللي كانت موجودة غياب قهرب عن المشاركة في المشاركة المحلية العادة كبير جدا لست ماتشات ماتتالية بسبب الاقاف اللي كان متعرضه وكمان سوء الحالة الفنية اللي مودست انت كصلاح ما استغلتش ده ممكن اسأل سؤال فني اخر وانا هنا اسمحولي اكون محامي جمهيرا للأهلي تمام ممكن يتقال بالنسبة للصراح محسن تحديدا ان احنا عندنا مشكلتين في نادي الأهلي مشكلة الاولى عقم التهديف وعدم استغلال الفرص ده رقم واحد رقم اتنين وده الاهم ان الموسم ده نادي الأهلي فقير جدا 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 في صناعة الفرص وبالتالي مفيش اصلا فرص بتوصل لصراح محسن علشان يترجمها الأهلي لا ويعني ممكن نقول الكلام ده يعني خارج الساكشوية الأهلي مثلا اخر ست ماتشات كان فيه شبكة سوفة سكر الاحصائيات عاملة احصائية عن الاهلي عام بعمل كام محاولة على المرمى لأهلي في اخر ست ماتشات عمل مية ومحاولة على المرمى محاولة هجومية سجل تسع عدف بس فيه محاولات بس ترجمة المحاولات لأهداف هي ده السلبية كبيرة اللي بتاعي بيعاني منها الأهلي أهلي ستت حوالي تسع وشين تزديدة تسجل منها تسع عدف تسع وشين ما بين القيم والعرض تسجل منها تسع عدف الأزمة إن أهلي بيصنع فرص بس ما بيسجلش فسلبية إنه محدش إن الصلاح محسن أو مودست فكوضع ما بين المقارنة بلا الأهلي إنه هو بيحط ده على عكس كل يعني أقوال الفقر أقوال الحكم اللي بيقوله إن صناعة الأهلي لفرص الموسم ده فقيرة جدا يعني يصنع فرص بس ما بيترجمهاش لأهداف فعشان كده بني السلبية إن الأهلي ما بيسجلش أهلي تسج عمل 100 و 1 محاولة ده حصيات عالمية أهلي عمل 100 و 1 محاولة على المرمى في 6 مطشاة تسجل من 9 أهداف بس فنسبة لو عملت نسبة وتناسبة 9% من المحاولات اللي عملها بس سجلت الأهداف 9% بس سجلت الأهداف ودي طبعا رقم مخيف جدا أنا بضيع كتير بصنع فرص بس بعمل محاولات على المرمى بس بضيع كتير كان في المية معلش قلت حوالي 101 محاولة على المرمى الأهلي سجلت 9 أهداف من 101 محاولة منهم حاولة هل من 10% حوالي 8 و 9 من 10% 8 و 7 من 10% من الزبط من 8 و 19% من هذه المحاولات يعني صلاح محسن كان شارك في أدية منهم أصلا لنسبة الشارك في أدية منهم دي وصلاح محسن سجل هدفهم لو هنتكلم تحليل بقى أرقام تحليل رقمي فتعالي أتكلمك أرقام هي فكرة صلاح محسن استبعاد صلاح محسن ودخول مودست مكانه هي فكرة لإعطاء فرصة لمودست بعد اللغة وبعد البروباجندة اللي أخذها وبعد المستوى اللي ظهر به فلازم ياخد فرصة على أساس إنه الراجل ده لو ما كمل بناه بكمل على نفس السياق يبقى طبيعي في يناير مش هيتم التجديد لو عقده سنة بايدا نهو سنة بتجديد في يناير أفكر طبعا كولر عايز مهاجم ويتكلموا مع أحمد وفا ويتكلموا مع أحمد وليعب في ووتشر مهاجم في ووتشر من ضمن الناس المحلين اللي موجودين على الرادار الأهلي برضو شافه ومش بشكل رسمي فأنا بدور على مهاجم يعني أنا مش واسخ في العالم عندك أخبار ليه علاقة بي أي اتصالات حصلت من النادي الأهلي اتصالات غير رسمية انا مش بكلم على مهاجمين محلين بكلم على مهاجمين برى أفرقى مثلا ما فيه غير مهاجم ميدياما الأفريكي سواه ميدياما بس فس ده لسه والتقارير الغانية هي الأكدت ده بس أنا شاف كمان إنه بقى فيه صعوبة في فكرة إتمام التعاقد مع سواه خاصة مش هشارك مع الأهلي في بطولة دارة طلاق أفريكيا فقد يكون المفاوضات مع سواهل لبداية الموسم المقبل آآ 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 لبداية الموسم المقبل كم سنة سواهل لسه يعني حوالي 23 سنة 22 سنة آآ لسه صغار في السنة ووهد مطلوب أنا قدر أستقطفه من مهاجمين محليين في الفترة حالية آخر للموس ممكن أفكر فيه أنا عايز ما عايز أسأل سؤال النوعية دي من اللعيبة وإن كان بتعمل جيم كويس قدام نادي الأهلي ليه عشان طريقة لعب نادي الأهلي هو يميل لا بس هو سواه يميل أكمل بس يميل إلى اللي ما شاء الله ما عنده يميل إلى الهجوم دائما وأبدا خلاص فطريقة لعب سواه تبقى أليأ لفريق بدافع هو يقدر يعمل الهاجب المرتد. بس طريقة لعب النادي الاهلي تتعارض مع سواء انت متفق او مختلف. انا مختلف خاصاتنا اللي هو اه مهاجم روماس جدا. شكرا من جدينا. وهقول لك ليه عشان هو اه يعني هو العيب محلي. وبيلعب منتخب غانا. ده حقيق. فده بيدل على قيمة المهاجم ومهاجزات وقدرات الفانية. مش اي لعيب هيقدر خاصاتنا. وبيلعب اساسي منتخب غانا? ولا في القائمة بتاعت منتخب غانا? لا يلعب لها ماتشات وهو المهاجم الثاني او الثالث في الترتيب بالنسبة لهم. فده. ما دي هلا ما تستفهم يعني. ازاي يلعب. ازاي يكون انت بتقول مهاجم الثاني او الثالث في منتخب بحجم غانا. ويلعب في في مدياما يعني. وهو لسه صغير في السنة. وده بقى اللي احنا بنتكلم فيه. بتاع النادي الاهلي. اه. المفروض اللي هو يبقى متفعل اخطر من كده. اللي انت تنقب عن الجواهر دي وعن الامكانيات دي. ليه دايما دول شمال افريقيا في تونس والمغرب والجزائر. ليه دايما انهم حلو على الافرقى. وليه دايما هما بيجيبوا لعيب افرقى كويس عشان خطر هما بيشتغلوا بشكل كويس جدا وشكل فعال. من خلال اه. بجوم باسعار اه. برامزية. اه. برامزية. برامزية. وإحنا. برامزية. وإحنا برامزية. يعني هما بيتفعها تريبا انه عشر الاسعار اللي احنا. وإحنا برش نشتري منهم برقاء كبيرة جدا. عشان كده بمبلغ حتى لو كان فري. بس كان ردبه كبير جدا. وفالاخر مرضوده. مرضوده بالنسبة لي ما لا يسكر. وعشان كده انا بدي له فرصة اخيرة في قيمة كاس العامل عندها. يشارك في البطولة عشان يقدمني ما 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 اخذ علي من من سلبيات. طيب. حاول السلبيات دي لاجاباته ظهر بشكل كويس. يبقى كولر كسب. اولا كسب ان هو حط مودست مكان صراح موسم. فبيرد على الناس اللي انا اختياري صحيح. والراجل افدنا وافد النادي. وهيكمل لاخر رعاده. لو اختياره طالع غلط فتيبقى لها لساعتها يبقى المواجم المحلي على رأسه اوليوات الالف هناير. لو مودست ظهر بشكل مش كويس في كاس العامل عندها. ممكن برضو اسأل سؤال تاني او تالت او رجع مرش بلسان جمهور النادي الاهلي. احنا دلوقتي قلنا ان من ابرز اللي هم الناس اللي هتبقى غائبة عن قائمة. احمد عبدالقادر و صلاح محسن. صح كده? ده الابرز. والاتنين بيلعبوا في الخطوطة الامامية. تمام? طي. ليه لو احنا شفنا القائمة اللي خلاص مسافرة. وطبعا ده وفقا للتسريبات يعني. حنلاقي اسماء. اسماء دي منجودة في اه بوزشن في اماكن. الاماكن دي اصلا ممتلئة باللعيبة. وجودها في القائمة. طب ما انت بدل ما تتخرج الاتنين دول من الحسابات تماما. وانت متعرفش ممكن يحصل ايه للمهاجمين بتوعنا سواء كهرباء او مادست. كإصابات او عدم توفيق او انت عايز تعمل تاكتك تاني او تغير الملعب. اه بالطريقة او باخرى. طب ما انت عندك اصلا قريدي ناس انت جابها في اه اماكن. الاماكن دي انا اصلا انت عارف انت مش هلعبوا على الناس اللي منجودة. والناس اللي منجودة اصلا بيتخنقوا على الاماكن اللي منجودة. يعني هنا عندنا تخمة في خط الوسط. يا تبا. في ناس في اماكن في لعيبة يعني منجودة في القائمة. يعني اه ممكن يتم يعني الاعتذار ليهم خاصة يعني هما لسه كانوا في اصابات ولسه رجعين من اصابات. مش هيبقى في مشاكل ان هما يعودوا ما يكونوش في القائمة. وندخل الاتنين. نضم الاتنين عبدالقادر وصراحة محسن. يعني لو عايزني اسمي اسمي. عمر الصليا. عمر الصليا. وعندك عمر الصليا وعندك اه مين تاني. عندك اه اقول لك. اه اه خالد عبدالفتاح. اه اه ارد على اه 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 اربوك تعمل ده. ارد عمر الصليا. عمر الصليا. العيب لاغينا عنه من خبرات. العيب يمتلك خبرات كيف لا يجب. اه تمام. بس انا اصدي. اه جاي من اصابة ورجع من اصابة. ممكن ما يشاركش بشكل اساس في كاسة عامل عندها منكم ما يكونش لدو. مش علشان حاجة. على شكل. المكان ده متخم باللعيبة. ولكن دوره مهم جدا مع الاهلي. رجل يمتلك خبراته. حتى كلها في المباراة الاخيرة اشاد وجوده. اشاد بدوره. اشاد برجوعه. ورجوعه طبعا. وده مهم جدا. الخبرات. الاهلي محتاج خبرات في كاسة عامل القانديا. عمر الصليا شارك مع الاهلي فاكتر بنسخه في كاسة عامل القانديا. ده بالنسبة لعمر الصليا. الخبرات تفرق مع الاهلي من نسبة لعمر بالصلليا. حتى في عدم وجوده كاساسي. طب ممكن كبان في اللي اقول الحاجة في النقطة اي تحديد. كبان لحدها فتح تحديدا. لا لا. قبل كابلي infتاح. انت قلت لي عشان عنده خبرات واشارك في كاسة عامل القانديا. طبعا. وليه مشاركات متميزة جدا في كاس العالم وشفنا يعني الأداء بتاعه كان فارق جدا مع نادي الأهل لعب يعني أحمد عبدالله ده اللاعب يعني بيبينك وسين لعب مزاجنج يعني النهاردة يبقى كويس بكرة بيبقاش كويس ماشي على نفس الخط عمر السلية قبل ما يتصاب كان أساسي مع الأهلي كان بلعب أساسي مع الأهلي حتى لو بينزل بديل برضو كان له دور في الملعب أحمد عادر أدواره قلت جدا بداة من الموسم ده بدأ تقل فبدأ من أنت وما ساعدتش نفسك وكان كلر عنده دايما مصطلح بيقول أن اللاعب اللي بيديني مية في المية في التدريب هيلاقي نفسه في التشكيل الرئيسي لو نرجع في حتة إمام عشور قال إن إمام بديني خمسين في المية من التدريب ومعرفش إيه هل هو مصاب ولا كذا لأنه دايما ما بيبص على التمرين فأحمد عبدالقادر أكيد وبنسبة مية في المية لا يعطي مية في المية من مجهوده في التمرين لأنه عاد وقناع أنه هو مش يلعب أو مش يبقى لو دور فبنسبة كبيرة خلدها فتح أدواره مركبة يقدر يلعب باك يمين يزاهر أيمن يقدر يلعب في خط الدفاع وكلر مرة لعبه زاهر أيصر يعني عنده أدوار مركبة أدوار المركبة مع القيمة اللي موجودة دلوقتي مهمة جدا كريم فواد بلعب أدوار مركبة يقدر يلعب زاهر أيمن لستك تسالح مين هم اللعيبة لعندهم أدوار مركبة كريم أكرم توفيق يقدر يلعب زاهر ويلاعب بخط وسط يقدر يلعب أدوار مركبة إمام عشور يقدر يلعب أدوار مركبة رقم 6 ورقم 8 ورقم 10 يقدر يلعب الأدوار المركبة بالنسبة لمنطقة خط الوسط فالأدوار المركبة موجودة في القيمة المصربة اللي هي منسبة 100% صحيحة فمعظم اللعيبة أنا شايف أن القيمة دي قيمة منطقية جدا استباعد أحمد عبدالآدر وصلاح محسن قد يكون مفاجأة لجمهور الأهلي ولكن أعتقد لو فكرنا بشكل منطقيا يعني لو عملنا مقارنات ما بين أحمد عبدالآدر واللي موجودين في مركزه وصلاح محسن واللي موجودين في مركزه يبقى الاختراف ممتقية جدا تتوقع بلال تتوقع أداء النادي الأهلي بهذه القائمة هيكون عامل زي في كاسة العالم الأندية عفوا أنا أعتقد أن الأهلي يعني خلاص اعتاد على مشاركات في كاسة العالم الأندية طبعا والمنافس المنتظر والأقرب هو التحق جدا بشكل كبير جدا رازرا اللي ما يمتلكوا من النجوم كبيرة جدا وكمان عامل الأرض وجمهورها يبقى فارق كتير جدا مع الفريق السعودي لكن أعتقد أن الأهلي على التحقات ده هو لأن يقشى موجود الأهلي وجمهور الجمهور الأهلي في السعودية أكتر من السعوديين أكتر أنا واثق بالضبط أنا واثق أن النادي الأهلي ما مش خايف من وجهة التحقات ده التحقات ده بإنهم مغضوة جبيرة جدا وموزة جدا من العابة حلينا طبعا على رأسهم كريم منزيمة وفابينيو كمان استعقوا دفاعية بعد عودة أحمد حجازي للشارك النهاردة بعد فترة أولا جدا من الإصابة تحد جدا النهاردة مع أسبحان الإيراني كسب اتنين واحدة وشهدت عودة حجازي اللي هيدي سمام أمام بالنسبة لدفاعات التحقات ده لكن أنا واثق أن الأهلي ما أي 11 لعب موجود داخل نادي الأهلي وبيحمل قميس النهاردة وشعر نادي الأهلي قادر على الزهور بشكل وجهة جدا والدليعة كده مباراة الأهلي والهلال السعودي كان كل المؤشرات بتقول في كسر عاملان دين لقبل ذلك كان بكل المؤشرات بتقول أن الأهلي هاشيل 3 و هاشيل 4 ويخسر بنتاجة كبيرة خاصة في ظل قيمة وقوة الفارق السعودي لكن الأهلي رد داخل المعب وقدر اللي هو يكسب الفارق السعودي 4-0 آه ممكن يكون في ماتش يبقى صعب على نادي الأهلي خاصة في ظل الدغوطات اللي هتبقى موجودة على الأهلي سواء دغوطات من النجوم اللي موجودة بحجم بنزيمة مفيش خلاف طبعا واحد من أبرز لعبت العالم اللي موجودين هو أنا عايزة أتأكد بس من خبر هو عالحق بش أصيب طبعا نسبة كبيرة جدا هيبقى جاهز لماتش الأهلي قد يغيب عن ماتش أوكلاند لكن احنا بنتكلم في في كيمة كبيرة جدا كيمة النادي الأهلي تاريخ النادي الأهلي في حاجات كتير جدا تيجي تقولك الناس دي مش في لعبة مش على قدر ما ستولت النادي الأهلي أو مش حاسة بقيمة شرط النادي الأهلي شرط النادي الأهلي ده شرط تقيل وأي منافس بيلعب بيلعب النادي الأهلي ولازم يبقى عامل حساب للنادي الأهلي نظرا ليبقى امتلكوا من خبرات كبيرة جدا ومترقمة أصيق تماما أن النادي الأهلي مش هيبقى نقمة صائغة بالنسبة للفريج السعودي هيبقى لا صعب جدا على الفريج السعودي في ماتشاته الأهلي طبعا طول الوقت هو المرشح الأقبر اللي تخطي عتبة التحجة ده منشوف أن التحجة ده كمان فنيا بمر بمرحلة من عدم الاتزان هو نفسه مغارر مدير الفني عند أفكار جديدة أو ممكن تكون نقطة إيجابية مثلا بالنسبة له حد يعرف ترتيبه كم في الدور السعودي هو حاليا التحجة ده سادس أو خامس أعظم يعني سادس أو خامس مش في المربع زهبي حتى مش في المربع زهبي نتائج مدبينة جدا في الدور السعودي وده بسبب ده العجل برحل نونوسانتو اللي جاب جاليردو المدرب الأرجنتيني اللي قادرت تحجة ده قد يقوم بس فكرة التغيير المدير الفني في الوقت ده هيبقى نقطة إيجابية أكتر كمان اللعبة التحاد جدا خاصة اللي هو جايب عفقار جديدة وجاي بس اللعبة هتقدر منها تتعاود عليهم يعني سريعا هو هو اللعبة محترفة لعبة بشكل كبير جدا قوام كله قوة جدا لكن دي نقطة بالنسبة لل قد تقلق أو تقر يعني تعمل تصدر ألا بالشكل شوية لقلر لكن أصدق أنه قلر هيبقى قادر على لم شامل الفريد الأهلي وهيبقى بطولة ده عشان خاطر يصالح الجامير الأهلي اللي زعلانا منه وشكل بير جدا بسبب تباين الأداء في الفترة اللي فاتت وتراجع النتائج الغير مبرر من وجهة نظري يعني على بعض القلر في ماتش يانجا في الكنز هو الراجل مش هينزل هو آخر آخر دقاتين تلاتة يدافع أو يترجم الفرص ووظيفة المدير الفني اللي هو دايما يوصل اللعيب يجيب جون أعيز أقول لكم زمائلنا في الكنترول في الإعداد تحت جدة مركز الرابع في الدول السعودي ده بعد النتاج أخير على فكرة جماعة بشكل كبير المدير الفني لأوكلاند سيتي إن شاء الله سيكون معنا بكرة بإذن الله ده بشكل كبير طيب إحنا معنا أربع دقيق عايزين نتكلم على نادي الزمالك شايف أداء كابتن معتمة جمال كقائم بعمال مدير الفني لنادي الزمالك كنا عندنا ترشحات لأبرز الأسماء اللي ممكن أو نادي الزمالك كان فتح قنوات اتصال معاها أو ما تردد يعني أسماء أو معاها مواقع تواصل اجتماعي القرار اللي إحنا شفناه النهاردة من قبل مجلس إدارة نادي الزمالك نواء لن يتم اتعاقد مع مدير فني أجنبي لنادي الزمالك على الأقل في الفترة دي انتظارا للنتائج الحسنة المردودة الإيجابة الذي يقدمه كابتن معتم الجمال مع نادي الزمالك رأيك إيه؟ هنأخذ من كلام كابتن أحمد سنيمان في امتصرحاته مبارح قال إحنا مش هنفكر في مدرب أجنبي ولو عايزين نجيب مدرب أجنبي هنجيبه في خلال 48 ساعة ناخد من كلام 48 ساعة إيبا أنا تواصلت مع مدربين إيبا أنا عقدت زوم مع مدربين إيبا أنا تواصلت مع عاكسة الممدرب وأمتلك مع الأخذة في الاعتبار أني نادي الزمالك حطت سقف للمرتبات الزمالك سواء للمدير الفني أو للمهاجم كلمة أنا أخد دائما من كلام دائما كلمة 48 ساعة يتعاقد مع مدرب في خلال 48 ساعة ذلك أنه فتح قناة التصوير يعني فتح قناة التصوير ووصل للمراحة ما تقدمها مع بعض المدربين المناسبين جدا للسقف المالي اللي أنا حطه كمان عندك أسماء لا الأسماء المصربة كلها غير صحيحة كلها أسماء مصربة غير صحيحة الإسم اللي إذا مالك حط نفسه إنه هجيبه أنا محتاج مدرب يكون عنده تاريخ كبير وحقق بطولات كتيرة على إلا عمل بطولات أو عمل إنجازات كبيرة كل المعظم المدربين اللي تم تسريبهم بطولاتهم مش على قدر بشكل كبير يعني مش المدربين اللي الزمالي يعني يعني أقرب واحد حتى كان الكلام على بصير بصير مدرب نيجاريا أعتقد لو أمم أفريقيا ما وفقش فيها أعتقد أنه بصيره ممكن يكون من ضمن المرشحين الأكبر أنه يجي الزمالي ومسلمنا طبعا الموضوع مغلق الموضوع صعب جدا نطلب مراتب عالي جدا فالموضوع بالنسبة للزمالي كي يبقى صعب أنه يجي مراتب مدرب بالراتب العالي ده الزمالي أغلق وأطلع بيان أنه مش المدربين اللي أجانب ما فيش مدربنا أجانب وإحنا نحط كل ثقاطنا في معتمة الجمال اللي بيقدم الزمالي حنا بيقدم على المباراة مرة واتنين وثلاثة وقدر يكسب المباراة في النهاية عشان كلمة الروح والإصرار اللي كانت عند اللعبة دي الفوز اللي بي مع إصرار ومع روح بيجي فوز تاني بيعمل يعني بيدي انتعاشة كبيرة جدا في الفريق الفريق مبالح مع احترام طبعا الصورة الغينة فريق على فنيا على قده بس الزمالي قدم مباراة جيدة جدا فنيا محتمل جمال بدأت تبان بصماته بشكل كبير جوه الفريق بدأ كان الأول بدأ كان معنسنا في أحد المباراة كان بيلعب بدون رأس حربة بيلعب بيوسف وماما مهاجم واهمي فبدأ يعني يفتط للحتة دي وبدأ ينزل رأس حربة صريح الزمالك ثم مع مهاجم واهمي كان مع سوريو كان الموضوع صعب شوية دلوقتي الدنيا اختلفت فنيا أنا أعتقد والمكسب المتتالي والشكل الجيد اللي الزمالك فيه حاليا بيخلي الأدارة ترجع خطوة ورأة في موضوع المدرب الفني ولكن طيب عندي عندي يقين بنسبة 100% إن الزمالك فاتح خطوط صال مع ناس كتير وقت ما يحصل أو وقت ما تم حل مشكلة القيد لأن أنا ما جيب مدرب أجنابي يبقى بالتبعية هجيب له صفقات بالتبعية هعمل تدعمات في خطوط كتير عندي في الملعب طبعا هيتطور أكثر من حانا ديئة واحدة أداء نادي الزمالك شفنا يعني أداء مردود رائع جدا فترة الأخيرة تتوقعنا ده هيستمر ولا ده اللي هو يعني حلوة أو فرح المدرب الجديد لا أنا أعتقد اللي هو مش فرقة فرحة المدرب الجديد خاصة إن الزمالك بيضم مجموعة مويزة جدا من اللعبة خلينا نطفك على ذلك الروح بقت مختلفة بشكل كبير قد يكون إن المعطمة الجمال جيه بس الروح جديدة من بين اللعبة قدر اللي هو يشتغل من غير فلسفة بشتغل لأدى إمكانياتي وسوريو مشكلته لو كان مفكر نفسه لو هو معاه قوالتي علي جدا من اللعبة فممكن يقدر لو يعمل أي حاجة لا أنا لازم عشان أكون مدير فن واقعي أستغل الأماشة اللي معاه هو ده اللي عمل المعطمة الجمال هو يستغل الأماشة اللي معاه وظف الناس في أماكنها بيسمع للناس بشكل كبير جدا بيحظى بطعم كبير جدا من الإدارة بيحظى بطعم كبير جدا من قط اللبسه ده حاجة مهمة جدا إن المدير الفني يبقى جاي وميسيطر على قط اللبسه بشكل كبير جدا وميسيطر على هاتفه بشكل كبير جدا بالتالي ده بينعكس على الأداء اللي احنا شايفينه الزمالك بيقدم أدام ومس جدا أعتقد أن الزمالك ليس بحاجة للتعاقد مع مدير الفني أجنابي في وقت الحالي خاصة ماذا يحتاج ولا بحاجة للتعاقد مع مهاجم لا بحاجة يحتاج الصفقات ده ده عمر طبيعي جدا خاصة أن فيه بعض النواقص داخل نادي الزمالك في بعض المراكز اللعيبة لكن أنا بتكلم في المدير الفني ماذا يحتاج نادي الزمالك من المسلم الحالي حال هو يحتاج بكل تأكيد طبعا ويحتاج ينافس على كل البطلات لكن في ظل عدم الجهازية وفي ظل الأزمات المالية كتير جدا أنا بتواجه اللي أنت الغدرات عندك مشكلة القيد لسه محلتهاش يعني أنت محلتهاش مع زبورة تنجلي جبونة فده المشكلة الأهم اللي لازم تتحلق قبل ما أفكر في التعاقد مع مدير الفني خاصة المدير الفني اللي جي مواطن الجماعة بيقدم أداء مميز جدا بيقدم نتائج كمان الشكل ده بس لأن نتائج مميزة وأداء مميز وفيه اتفاق عليه وفيه التفاف عليه من حولي اللعبة لكن يبقى أنا لازم كل تركيز ينصب حوله المشكلة الأكبر والأهم اللي أفكر كده عشان بعد كده أقدر اللي أنا أجيب بقى مدير فني يختار اللعبته ويختار الكلام ده بس بعد نهاية الموسم الجاري بعد حل الأزمات أساسية أنا أتمنى يعني كابتن معتمد جمال يعني يكمل تجربته البغادرها كويسة شكرا جزيلا بلال السيسي شكرا جزيلا أحمد عبد الحميد شكرا جزيلا إذا هنا مشاهدين أكونوا قد وصلنا لهذه الحلقة النهاردة من رقم عشرة ألقاكم دائما على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته